مرحبا بحضركم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ويمكن في ظل الحبيث واللغة السائدة الآن الأزمة الروسية الأوكرانية رجع تاني الحديث عن فيروس كورونا وشوفنا تأثر دول كتير أوروبية والصين وغيرها بموجة ستة من أزمة فيروس كورونا لكن زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة أن مصر مستعدة ويما وقفتش فكرة التوعية بالأثار والأضرار واللقاح تحديدا للتعافي وعدم الإصابة بشكل يعني زي ما شفناها في البداية مبارح وزارة الصحة أعلنت عن ضرورة حصول كبار السن تحديدا اللي فوق 65 سنة على الجرعة التنشطية التالتة من لقاح كورونا وده بعد مرور ثلاث شهور من الجرعة التانية وإن الجرعة التنشطية دي هتكون مهمة مهمة ليه؟ لأن هي بتحمي كبار السن من خطر الإصابة من فيروس كورونا وده في الوقت اللي بدأت في الموجة الستة في كورونا في الصين وفي جنوب إفريقيا وأيضا في إيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم ده اللي هي خلينا نسأل ضفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة في الستوديو إزاي اللي احنا نحمي نفسنا من أثار هذه الموجة الجديدة وتفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة صباح الخير يا دكتور صباح الخير أستاذ أحمد صباح الخير أستاذ أبسانت صباح الخير لكل مشاهدين دكتور رجل حديث تاني عن موجة الموجة دي هي موجة رقم 6 أو الويفل 6 ليه فيروس كورونا إيه أثارها إيه تدعياتها زي نقدر نحمي نفسنا مرة تانية من هذا الفيروس اللي مش عارفين هينتهي إمتى يعني بالمناسبة طبعا يعني خلينا نبتدي ويعني عجبتني جدا المقدمة إحنا حاليا في فترة راحة الحمد لله والحمد لله إحنا عندنا استعداد من أول الموجة التانية الموجة الأولى كانت طبعا مفاجأة لعالم كله بحاجتين دول مهمين جدا أول حاجة هي الأدوية أن إحنا بننتج أدويتنا هنا جوا مصر فهنا الحمد لله بروتوكول لعلاج كورونا كله صنع في مصر إحنا بننتج كله معادة دواء واحد بس اللي بنستورده المونوكلون الأنتيباطس والحاجة التانية هي خطة التطلقية دع تاخد بنستخدمه في حالات أكثر يعني شدة في الحالات اللي هتخش المستشفى حتى إيبن الأدوية الجديدة اللي لسه طلعة جديد خلاص بقيت برضو موجودة في مصر اللي هي الأدوية اللي بتقلل دخول المستشفى لكبار السن نرجع تاني طيب هو الحالي أنهالك كورونا خلصت لأن معظم السيدة دلاتي وخلاص فما فيش كوفيد الموضوع خلص هو زي ما تفضلت فيه موجة ستسة في بعض البلاد هتبقى ربعة أو خمسة على حسب الموجات بس هي على نهائيها ستة والأسبوع ده بالذات فيه زيادة في الإصابات في الأمريكاتين 14% فيه زيادة في أفريقيا 12% على الأسبوع اللي فات في الإصابات وأكتر الإصابات في أفريقيا جاية من جنوب أفريقيا عشان بتحور الفرع جديد بي اي فور و بي اي فايف من أوميكرون عمل موجة كبيرة شوية عشان جهاي برضو في الصين ابتدت الموجة تعلى طيب إحنا ليه بنتكلم على الصين بدأ يتقفل كمان الصين بتعتمد على سيستم اللي هو صفر إصابات أول من الإصابات تعلى عن صفر بيبتد يغلق المنطقة اللي فيها الإصابات ويفتح البقى وهكذا تبقى عن طيب إحنا ليه بنبص على العالم لأن إحنا خلاص تعلمنا في السنتين إن إحنا مش معزولين مش هبيحصل في العالم إحنا بيجي لنا صحيح متأخر شوية إحنا دايما بنونا إحنا آخر زون في الموجات صحيح فلو إحنا فترة راحة إحنا ما خلصناش إحنا هيجي لنا تاني للأسف برضو زيادة في الإصابات إن شاء الله بإذن الله هتبقى خف موجة ظهرت من أول ما كوفيد بدأ لأن إحنا عندنا يعني حاجة خاصة بالفيروس نفسه إن أوميكرون نفسه أضعف دخول المستشفى منه أضعف الحاجة التانية إن إحنا الحمد لله عندنا نسبة التطعيم عالية هنوصل لسبعين في المية قريبا جدا من الشعب المصري يتبقى بقى النقطة اللي حركة صرتها في الأول مهمة هي الجرعات التنشطية مين أكتر حد معرض لدخول المستشفى لقدر الله والموفيات تقريبا جاي منين الوفيات على المستشفى العالم دخول المستشفى جاي من الأشخاص فوق 65 سنة خصوصا فوق 65 سنة وعندهم أمراض مزمانة يبقى دولنا أنا عايز أحميهم بما إن مع أوميكرون الفكسين تقريبا بيقعد 3 شهور أنا محتاج إن كل 3 شهور أو 4 شهور الناس الكبار في السن خصوصا لو عندهم مرض مزمن والناس القائمين على كبار السن يعني أي حد مرافق لكبار السن أي حد بشتغل في دار مسنين محتاج إنه يحمي نفسه عشان إحنا لو عندنا حالة وفاية واحدة من كوفيد أنا عايز أتجنبها إحنا لسه ما وصلناش لنفس معدل وفيات حتى أنفلوانزة إحنا من 8 إلى 10 مرات أكتر فبالتالي كوفيد لسه موجود معدل وفياته موجود بقى فيه فئة معاديانة 8 إلى 10 هذه الزيادة داخل مصر ولا في العالم داخل مستغل العالم فبالتالي أنا محتاج أحمي الثلاث فئات اللي إحنا دايما نكلعون كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة والقائمين على الصحة والأطباء والكادر الطبي هل فيه أعراض مختلفة يمكن تم رصدها في الموجة السادسة؟ النقطة الكويسة هنا في الموجة السادسة أن الأعراض أصبحت أخف للتطعيم يعني إحنا بدأينا كل الدراسات الموجودة حالياً بتتكلم في كذا حاجة أول حاجة هل التطعيم وندته بيتعاملة إزاي؟ نسبة الحماية بتاعته عاملة إزاي في الحماية؟ ودخول المستشفى ولفيات أخبار رائعي أميكرون عموماً مختلفش من أول ما طالع لجد دلوقتي في الأعراض لأن الأعراض بتاعته شبيهة شوية بالبرد أعراضها أخف لسه فيه الكرونيك كوفيد أو البوست كوفيد اللي هو الكوفيد طويل المدى اللي هو بعد التعافي لسه للأسف موجود وده اللي بخينا دايما نقول حتى لو حد صغير وشاب يستحسن ما يبقاش عنده كوفيد لأنه ممكن يجيله أثار ما بعد التعافي خليهي أقول حالك ليه بسألك السؤال ده لأنه يمكن إحنا من الموجة التالتة تقريباً يمكن التانية كمان بدأنا نشوف أن الأعراض كانت أقلب كتير عن الموجة الأولى دخول المستشفيات يمكن بعد الأوميكرون زي ما حضرتك قلت بقى أقلب كتير لكن بعد الموجة الخمسة بخلصت مع دخول السادسة لقينا دول زي ما أحمد كان بيقول بتقفل يمكن ده الجديد علينا فهل في معدى ظهور إصابات بشكل جديد خصوصاً إحنا بقينا نشوف أخبار عن في دولة زي العراق لقينا حد بينزف حتى الموت هل ده لي علاقة ولا لأ يعني فهمنا أكتر فهمتها أصحرك عموماً أوميكرون من ساعة ما طالع لجهات دلوقتي لسه أعراض وحدة الفكرة كلها في السياسات داخل الدول في الجزء الصفلي من الوجه الجهاز العلوي من الجهاز التنفس العلوي ده أكتر من دلتا إحنا كنا دايما نقول دلتا بينزع جهاز التنفس الصفلي أكتر فبالتالي تداعيات ودخل مستشفى منه أعلى الاختلاف اختلاف في سياسات الدول الصحية يعني في دول مثلا بتنتهج النهج اللي هو أنا لو عندي إصابة وحدة تساعدية مستشفى أنا محتاج أن أأخذ كل الإجراءات الكياسية اللي موجودة في دول أخرى إنجلترا مثلا السعودية ريسنتلي الإمارات نفس الكلام إن أنا لو ابتدأي عندي الموضوع أحسن مفيش وفيات مش أشكري الإصابات المهم مبقاش فيه وفيات وعموما ده النهج المعتدل أنا لو عندي إصابات عالية بس ما عنديش دخول مستشفى ما عنديش وفيات هيبقى زي وزي البرد صح البرد بيسيب مليارات من البشر كل سنة بس ما فيش منه دخول مستشفى إلا نادرا فبالتالي النهج ده مهم عشان اقتصادين إحنا تضررنا إحنا العالم خسر تريليون وربع دولار في السنتين الأخرانيين عشان الكوفيد زائد بقى نزود عليها دلوقتي الحرب اللي موجودة فبالتالي اقتصاديا الدول ما بقيتش قادرة إنها ترجع تاني نفس الإغلاق الدول اللي خدت إغلاق هي الدول اللي حاسة إنها عندها في أي بروفنس أو أي مقاطعة زيادة في الوفيات ودخول المستشفى فمحتاجة تسيطر عليها وصع وقت زي مجانجهاي مثلا عملت أو زي برضو ما سنافورة بتعمل أو ما بيزهر أول حالة وزي برضو ما ماليزيا بتعمل طيب دكتور خليني أسأل حضرتك سؤال اللي يمكن المواطن المصري البسيط بقى اللي بيتفرجوا أهلنا الطيبين يعني دايما بيشوفوا إن أنا مش هلجأ للتطيب في خوف رغب إحنا وصلنا الحمد لله لمؤدلات جيدة جدا أعتقد 70% دلوقتي نسبة التطيب فالناس بتقولي أنا خدت الجرعة الأولى والتانية مالهاش لازمة التالتة يمكن حالك من شوية قلت كلمة السر هي التطيب فإيه اللي حضرتك تقوله لهم وهل اللي خد التالتة هل هو في احتياج لجرعة تنشطية تانية لو عد عليها فترة قدية طيب إحنا ممكن إحنا نسأل للناس سؤال بسيط كده لو كان مصر ما خدناش فاكسين تتنكر معدلات وفاياة كانت عاملة زي هو نفس الإجابة بتاعت السؤال ده هي نفس إجابة الجرعة التنشطية هي مع أوميكرون المضادات الأجسام بتستمر ثلاث شهور فقط فبالتالي أنا لو عندي حد كبير في السن إحنا يعني للأسف لما منروح لرعاية مركزة بتشوف معدل وفيات موظمها من الناس اللي فوق 65 سنة فلو عندي حد كبير في البيت عنده 65 سنة وأنا قاعد معاك يستحسن إحنا لتنين يبقى واخدين الفاكسين حماية للناس الكبار اللي موجودين معنا ماينفعش أن حد يعني يقول أنا صغير وصحات كويسة طبعا أنت ممكن تبقى حامل والمناعة هتواجه والمناعة هتواجه فهتعادي حد كبير في السن وتؤدي لقدر الله لدخول المستشفى مثلا أو لقدر الله للوفاة إحنا بنقول ليه ثلاث شهور لأن مع أوميكرون الفاكسينز اللي موجودة ما بقتش بتستمر وتضغط الأجسام الموجودة في الجسم أكتر من ثلاث شهور للأسف ممكن هيبقى فيه نيو جينيريشن ده ثلاثة مش ستة لأن كان فيه كلام إن أنت الدوز أو الجرعة اللي أنت بتاخدها دي بتعود ستة شهور معاك ستة شهور كانت قبل دلتا بعد ظهور أوميكرون لأن طبعا النسخ اللي موجودة بالفاكسين هي نسخ معمولة على الفيروس القديم فبالتالي هو أوميكرون بيهرب يعني هو بيهرب من اللقاح فنسبة الحماية قلت لكن هو المهم بالنسبة لي مش نسبة الحماية من الأعراض يعني نسبة الحماية من دخول المستشفى ونسبة الحماية من الوفاء لقدر الله الاثنين أعلى من 85% فبالتالي أنا مهم بالنسبة لي حتى لو الشخص أخد اللقاح يقول تبا أنا أخدت اللقاح وجايلي كوفيد آه أنت جايلك كوفيد بأعراض بسيطة لو ما كنتش أخد اللقاح كان غالبا هيجي الأعراض دي حاد كان ممكن تخش مستشفى فاللقاح مش بيمنع الأعراض البسيطة هو الهدف منه الحماية من المستشفى والحماية من الوفاء فأنا فعلا نصيحة أي حد فوق 65 سنة محتاج ياخد جارعة تنشطية لو حد خايف بقى من أثار جانبية فيش لقاح على مستوى التاريخ تجرب زي لقاح كورونا يعني كام مليار جارعة تاخدت حتى الآن والحمد لله الأثار الجانبية نادرة للغاية طب هل في خطورة من أقبل بعض المواطنين عمتا أن هم ياخدوا بنشطات ومحفزات عشان تأولهم المناعة غير طبعا نحن نتكلمش على الانتي فيروس نحن نتكلم عن المحفزات بياخدوها فيتامينز معينة غير معروفة يمكن السر في السؤال في كلمة غير معروفة يعني في حاجات بتحسن توازن المناعة زي إيه بقى دكتور مبدئيا كده كل الأكل الصحي وكل الحاجات الخضرة والنطس المكسرات مثلا بالطريقة معقولة البعد عن الأكل الدهني البعد عن المسبك اللي احنا بتعودين عليه احنا خارجينا من رمضان كل ده بيحسن المناعة الرياضة بتحسن مناعة حتى لو كان ماشي بس النوم بدري والصحيان بدري وانواحد ياخد كفايته من النوم وحاجة طبعا احنا بصعب جدا نعف نعملها يعني البعد عن الاسترس يعني دي الحاجات اللي احنا بتخلينا منعيتنا أحسن طبعيا صحيح طب لو حد عنده مشكلة في فيتامين معين او في منراء المعين محتاج ياخد مكملات جذائية فيها الفيتامين ده بس مش الاكثار منه هيحسن لي بمناعة هو عموما كلمة زيادة مناعة ده مرض يعني حد قال انا عندي زيادة مناعة ده في حد زيادته مرض احنا بنحاول نحسن توازن المناعي للجسم فبالتالي ولا عايزها زيادة قوي لان ده عموما سبب وفيات كورونا هو زيادة النشاط المناعي في الجسم ولا عايز المناعة تبقى قليلا بس انا كشخص طبيعي مين قال ان دايما الناس مين قال ان انا عندي نقصة في المناعة لان في بعض الناس مع الموجة الاولى من كورونا بدأت تلجأ لما البروتوكول تم اعلانه وبقى يتداول على الواتساب زي ما شفنا وكله خلاص بقى يعالج بالضبط لطب البديل ده يعني فبعض الناس عرفت ان مثلا بعض العقارات الطبية اللي بتحتوي على مادة الزينك بترفع من المناعة فبدأت تفرد في استخدامها فهل ده بيبقى ليه اثار سلبية ونعرف ازاي اللي انا منعتي اصلا هل قدرت وجابه ولا لا هل فيه تحليل بعمله ولا باخد مثلا هل الاكتفاء بقرص يومي ممكن يقيني شوية اي حد عنده مشكلة في المناعة هو غالد ببعار ده الناس اللي بتصاب اكتر من 3-4 مرات بأنفلوانزة في السنة الناس اللي دايما عندهم مشاكل مع الرب ومع حساسية الصدر وكل حاجات دي يعني الشخص بيعرفها عن طريق طبيب مش بيعرفها لوحده ومش بيعرفها عن طريق انه هيقرأ يعني زي ما عاركت فضلت بيكت اكتر مشكلة انه هيقرأ الموضوع على النات وحد مسلا طلع في فيديو وبيتكلم زودوا مناعاتكو يا جماعة زي ما نزودوا مناعاتكو يا جماعة ده مرض اصلا فلازم نبقى يعرفون ان احنا الحمد لله احنا منعاتنا كويسة با ديفولت يعني الاصل فينا ان احنا منعاتنا كويسة الا لو عندي مشكلة معينة انا مش محتاج اقوي المناعة لو انا شخص طبيعي واصاب بأنفلوانزة مرة مثلا مرتين ما عنديش اي مشاكل مناعية لو الجسم اوتوماتيك بيتعامل وبيقوّل مناعة بحال اصابة مرة وانا عادة مش محتاج اعود جسمي بأدوية كتير يعني خلينا ناخد بالنفق ان كل مرة انا بساعد جسمي من برة هو بيكسل بعد كده ان هو يقوم بشغله انا عايز اخلي الجسم هو اللي يشتغل زي ما نقول كده الاطفال ما نعودش ندي على طول اطفال ادوية اول ما يتعابل خلي المناعة بتاعته تشتغل صحي او ان احنا نبعطينه دايما في السوبر كلين انفايرمنت يعني لازم نخلي الجسم قادر على مواجهة الاشياء الا طبعا لو حد عنده فعلا مشكلة الحقيقة محتاج مرض محتاج دواء غير كده الاكل الصحي الوحده احسن من اي دواء يعني في النهاية طبعا احنا بنتمنى اكيد السلامة لكل الناس ولو في حد يتفرج علينا دلوقتي فوق ال65 احنا زي ما دكتور اسلام قال احنا بنشجعهم على ان هما يخدوا الجرعة التنشطية التالتة لانه زي ما حريك قلت يعني ده من افضل الحاجات اللي يمكن مصر كمان بتقدمها دلوقتي وفيه 70% من المواطنين خلاص اتعاموا فبنحط كل بس مع الوضع كمان يعني يا اسف بسانت مع نقطة واخد رأي دكتور اسلام في ده فكرة بتعاد الناس عن الاجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها زمان ما بقاش فيه ناس بتلبس مسكات بس العالم كله دلوقتي حتى ابتدى يتنازل عن موجة ستة فهل لسه ضرورية اتباع الاجراءات الاحترازية والمسكات نقطة كويسة نختم بيها احنا قالنا الاجراءات الاحترازية محتاجين نبقى عندنا السنس يعني انا رايح مكان زحمة احتمال يبقى فيه تقارب ما بين الناس كتير محتاجة لبس ماسك قاعد في مكان بيننا زي المسافة كده انا مش محتاجة لبس ماسك عندي حد كبير في السن وهتبتدي الاصابات غالبا بعد شهر تزيد محتاجة لبس ماسك في السن هلبس ماسك انا الواحدي خلاص هبتدي ان انا اقلل شوية المواصلات العامة لازم ماسك مثلا الشغل في مكان مزدحم لازم ماسك لغاية ما ان شاء الله على اخر السنة احتمال المنظام السنة العالمية تلغي اعلان الجائحة ويرجع تاني مرض مستوطن عادي باذن الله ان شاء الله يعني دكتور اسلام عانانا استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة كل الشكر اليك على وجودك معنا النهاردة واكيد على المعلومات القائمة اللي حضرتك زودتنا بها في الحلقة شكرا لك